وينضم إلينا عبر سكايب من ولاية فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية الباحث فشان العراقي هيثم الهيتي دكتور هيثم أهلا بك شكرا جزيلا لوجودك معنا في نصرتنا هذه يعني كما تابعت الكاظمي يعد بتنظيم انتخابات مبكرة في موعدها يقول إنها ستكون مغايرة لسابقاتها من حيث النزاها هل هو مجرد تمني أمني أم أنه فعلا هدف يمكن لرئيس الحكومة أن يحققه في مثل هذه الظروف شكرا جزيلا أولا يعني مهمة السيد الكاظمي الأساسية من خلال تسلمه لمنصب رئاسة الوزراء هو تحقيق انتخابات مزيهم هذه هي المهمة الرئيسية له والتي أوكلت المهمة إليه وبالتالي نجاحه فيها سيكون عبارة عن نجاح تاريخي له كشخص وكرئيس وزراء طبعا عملية أنه نصل إلى انتخابات نزيها مئة بالمئة وقادرة على أن تغير الخارطة السياسية أنا أعتقد أن هذه مهمة صعبة ولا يمكن أن تتحقق في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية وحتى الأمنية في العراق وبالتالي يمكن ولكن بكل الأحوال أثق أن هناك ستكون نتائج مغايرة لنتائج الانتخابات السابقة من ناحية قوة الأحزاب المشاركة شعبيا وجماهريا إن تم الحفاظ على صناديق الاختراع وعلى عملية التصوير ولكن التغيير الكبير يحصل عندما يحضر عامل ثاني ألا وهو من هي القوى المدنية التي يمكن أن تشارك في هذه الانتخابات لا أتفق مع من يقول أن ثوار تشرين هم الذين ممكن أن يكونوا هؤلاء أناس بسطاء مقهورين ظهروا وذهبوا إلى الشوارع لينتفضوا لحقوقهم ولكنهم بحاجة إلى آباء مؤسسين وإلى شخص نخبويين يمثلوهم دكتور الكاظم يقول أن إشكالات وصفها بالفنية واللوجستية كانت تعيق عمل المفوضية وعد بأن كل التسهيلات تتحقق للمفوضية في الانتخابات المقبلة هل أن الأمور الفنية واللوجستية هي التي كانت فقط تعيق عمل المفوضية؟ أم أن هناك أسباب أخرى؟ بالتأكيد الأمور الفنية واللوجستية هي ليست العائق الرئيسي هي العائق الطبيعي لأي انتخابات موجودة وأي مؤسسة انتخابات في العالم ولكن يجب أن نقيس واقع العراق الأمني انطلاق صواريخ من إختيالات هذه منطقة تسمى بالمفهوم السياسي هوت زون منطقة ساخنة وفي المناطق الساخنة هناك رعاية أممية للانتخابات هو ليس تدخل دولي هو رعاية أممية في مناطق النزاع مثل ما حصل في البوسنة والهرسيك وما حصل في عدة مناطق في العالم كانت هناك مفوضية دولية تساهم في إجراء الانتخابات معهد كارتر الأمريكي في جورجيا هو مفوضية انتخابات أجرة الانتخابات في البوسنة أثناء النزاعات بين الأطراف المختلفة ويعتقد بحاجة نحن شبيه إلى ذلك وليس لشكل كامل نعم هو لم يتطرق أبدا إلى الخروقات السياسية داخل مجلس المفوضيين ما أدى الإساءة إلى نزاهة الانتخابات وتزوير نتائجها لماذا لم يتطرق إلى هذا الموضوع قد يكون أنه نوع من الدبلوماسية في التعامل مع هذه القوى ولكن في الحقيقة هي هذه المعضلة معضلة الانتخابات ليست فنية بالدرجة الأساس لأن المعضلات الفنية معضلات طبيعية موجودة المعضلة الأساسية هي الخروقات للأحزاب السياسية الموجودة ولكن أنا سأبوح بشيء أعتقده أنه قد يحصل أنا أعتقد أن الآن لم نجد ظهور لقوى سياسية جديدة تنافس القوى السياسية الحالية ولذلك أعتقد أن هناك سيكون تياران رئيسيان نسميه التيار القديم المتمثل بكل القوى السياسية الحالية وقد يظهر تيار جديد أو منافس قليلا وهو تيار الكاظمي نفسه يعني هذه الخارطة السياسية الآن التي ألاحمها لم ألاحمها واضح مشاركين جدد طيب دكتور قبل أن أودعك إذا ما مرر مجلس النواب قانون الانتخابات في الجلسة المقبلة كما قال الكاظمي برأيك كيف ستحصل مسألة الدوائر الانتخابية يعني حتى قبل أيام كان الخلاف محتد بين الكتل النيابية بهذا الخصوص أنا أشك بأنه سيمرر لأنه هذه هي مصير القوى السياسية مصير هذه الأحزاب هناك الآن مئات الجهات التي تقوم بإجراء استطلاعات يومية للرأي العام العراقي وتعرف جيدا حتى هذه الأحزاب تعرف جيدا أن جماهيرية هذه الأحزاب أصبحت غير قادرة أن تستخدم حتى الاستمالات العاطفية والدينية في التأثير وبالتالي هي مربكة وخاسرة ولذلك أنا أعتقد أننا الآن في مرحلة صراع كبيرة داخل البرلمان العراقي ليس لقوى أو جهة واحدة وإنما كل الحرس القديم كل القوى السياسية الحالية هي تريد أن تحافظ على وجودها وهناك خوف الآن من يعني ظهور أي قوة أو أحزاب جديدة يعني تقنص الفرصة الكبيرة نعم عبر سكايب من ولاية فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية الباحث في الشأن العراقية دكتور هيثم الهيتي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر